الجلسة السادسة سلح نفسك كيف تتسلح للحرب الروحية انظر للتجارب كفرص أهلا بكم في الجلسة السادسة لا تستسلم أبدا القوة التي تحتاجها حتى لا تستسلم هؤلاء الناس الصامدون لا يستسلمون عنوان هذه الجلسة سلح نفسك انها المادة الموجودة في الفصل الثامن في الكتاب دعونا نبدأ سلح نفسك أود أن أقرأ لكم شاهدا من رسالة بطرس هذا الجزء غال على قلبي جدا لأن الله تحدث إلي من خلاله يقول بطرس فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية فإن من تألم في الجسد كف عن الخطيئ تخيلوا معي أمة تدخل الحرب بلا دبابات ولا طائرات ولا سفن ولا مدافع ولا رصاص ولا حتى سكاكين بلا تسليح يا له من أمر مضحك ماذا ستفعل تلك الأمة في الحرب هل هم سينتصرون إنني أسأل هل سينتصرون هل سيناضلون هل سيبقون على قيد الحياة لا في اعتقادي أن عددا منهم سوف يقتل في اللحظة والباقي سيأخذون أسره بنفس المنطق الأمر لا يختلف كثيرا بنسبة للمؤمن الذي لم يتسلح بنية الألم إلا أن معظم المؤمنين غير متسلحين لماذا لأنهم عندما يتعرضون للتجارب يصابون بالصدمة بالارتباك والدهشة وبدلا من أن يبادروا بالتصرف يكون تصرفهم رد فعل هل تتفقون معي هنا يقول بطرس تسلحوا بنية الألم كما فعل يسوع كيف تألم الرب يسوع هل كان ملوثا بالخطيئة مطلقا كان عليه أن يقومها هل كان مصابا بأمراض وأوجاع لا لكن كان عليه أن يقومها هل احتاج للمال كي يدفع ما عليه لا كان يثق أن الله سيسدد احتياجاته كان مجربا في كل الأمور كل الأمور التي واجهتها أنت اختبرها هو أليس كذلك إذا قرأت رسالة بطرس ستجد أن الألم الذي تحمله الرب يسوع هو ألم الإحساس بالظلم وخصوصا من ذوي النفوذ والسلطة أجد أن هذا هو أشد أنواع الألم الذي ذكره العهد الجديد كانت معاناة بولوس شديدة رجم خمس مرات جلد ثلاث مرات ضرب بالعصي واجه أخطارا من بني جنسه ومن الأمم ومن الإخوة الكذبة تعرض للافتراء للإهانة للاستهزاء لتلفيق التهم شتم واتهم اتهامات باطلة والقائمة طويلة إلا أنه يحذرنا ويقول وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون لذلك إذا عشت بالتقوى سوف تضطهد تتفقون معي أما إذا شابهت العالم فلن تضطهد لأنك لا تقاوم طيار العالم في الحقيقة أنت أسير حرب أنت في معقل معسكر العدو لا تمتلك أرضا للملكوت اكتشفت أن الجنود الذين لهم دور في امتداد الملكوت هم الذين تصوب عليهم النار وليس الذين في داخل معسكر العدو ويكونون ثلاثة وجبات يوميا أمين إن كنت تواجه الصعوبات والضيق ارفع يديك واصرخ أنا أساهم في امتداد الملكوت أمين نعيش في عالم مختلف عدائي لملكوت الله لذلك سوف تعاني أمين سأتحدث معكم عن الفرق بين الشخص المسلح وغير المسلح يحتاج الطيار في شركة الطيران للتدريب كل ستة أشهر ما هو تدريب المتكرر؟ يضعونه في جهاز المحكاة ليومين جهاز المحكاة هو جهاز كمبيوتر معقد يشبه كبينة الطائرة التي يطيرون بها يماثلها تماما في كل التفاصيل كما أن هناك نظاما مرئيا بديلا لكل ما يحدث خارج الطائرة وكل الكمبيوتر موضوع على منابر متحركة عندما تكون في جهاز المحكاة لا تستطيع أن تميز إذا كنت في طائرة حقيقية أما أنك في الجهاز إنه حقيقي جدا ماذا يحدث في جهاز المحكاة؟ يضعون الشخص مدة التدريب أمام كل الصعوبات التي يمكن أن يتعرض لها دوامات شديدة، لياح عصفة، تقلبات مرعبة في الجو توقف في عمل المحركات تعطل في جهاز الهبوط قد ينهار الطيار في بداية الأمر، لكنه في النهاية يتعلم أم كان تجنب كثير من حوادث تحطم الطائرات بسبب أن هؤلاء الطيارين تسلحوا لمواجهة الصعوبات على جهاز المحكاة؟ أتذكر كارثة من كوارث الطيران حدثت قبل 11 سبتمبر في ذلك الوقت لم يكن في الطائرات الصغيرة باب يفصل بين كبينة الطائرة والركاب هل تتذكرون هذه الأيام؟ أحيانا أركب بعض الطائرات وأستطيع أن أراقب الممر لأن الطائرة صغيرة جدا تحطمت إحدى هذه الطائرات عندما وجدوا الصندوق الأسود استغربوا من التفاوت في ردود الأفعال بين الطيارين والركاب كان الطيارون يقولون طوال الوقت راجع المحركات الفلانية، شغل المحركات الإضافية، أنزل جهاز الإنزال كانوا متحكمين تماماً أما الركاب فكانوا يصرخون النجدة الطيارون كانوا متسلحين أما الركاب فلم يكونوا ما الذي أفعله الآن؟ أسلحكم إننا الآن في جهاز المحاكاة وتدخلكم كلمة الله لتستطيعوا أن تتعاملوا مع الصعوبات عندما تواجهونها لن أنسى أبداً عندما كنت في طائرة خاصة وكنا على ارتفاع تسعة وتلاتين ألف قدم وانفتحت سدادة الباب، كان الصوت مدوياً كان الطيار يعمل من قبل في القوات الجوية كان الصوت عالياً جداً فجأة تدلت أشياء صفراء إنه القناع الذي يرشدوننا لطريقة استخدامه وضعت هذا القناع على وجهي وأنا أقاوم الرعب الذي تملكني كنت أدرك أنني يجب أن أصمت ولا أقول أي تكلمة فبدأت أصلي في الروح لن تتملكني يا خوف هبطنا تمنتلاف قدم في دقيقة وكأننا كنا في الملاهي هبطنا من تسعة وتلاتين ألف إلى اتناشر ألف في لحظات كان طيار يتحكم في الطائرة ببراع استطاع أن يهبط بنا إلى الأرض كنت أشعر بالفخر به كامتن، كنت مدهشاً صحيح؟ هذا هو الهدف الآن أريد أن أعدك لتكون مثل طيار حربي آمين؟ لكي نتسلح نحتاج أن نعرف بعض الأمور وتترسخ في داخلنا أول شيء يجب أن نعرفه لكي نتسلح أن الضيقات سوف تحدث إنه أمر حتمي يقول الرب يسوع في العالم سيكون لكم ضيق في اليونانية تعني الحتمية وليس الاحتمال سأقولها أوضح ما دمت تعيش ستواجه الضيقات آمين يقول بولوس بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله يقول أيضاً كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا نحن معينون للضيقات كما الحرب للجندي لا يحارب الجندي وهو يعلم أنه سينهزم لا يوجد جندي صالح يذهب للحرب كي يخسرها هدفه الانتصار فهو مصر أن يحارب في الصعوبات الضيق وينتصر من أجل ملكه وبلده إننا في حرب يا أحبائي هل تصورت أنك ستعيش في هدوء عندما تتبع المسيح؟ هناك بعض الوعاظ يقولون ذلك ستستمتعون بحياة رائعة ستعيشون في المدينة الفاضلة كذبة هؤلاء الوعاظ لم يقرأوا مقاله يسوع قال يسوع إنه بمجرد أن تقع بذار الكلمة في نفوس البشر يحدث ضيق أو اضطهاد أحب ترجمة نل تي يقول يسوع حدث لهم اضطهاد لأنهم آمنوا بالكلمة قبول الرب يسوع يعني الموافقة على الضيقات لذلك استعد لهذا الأمر سيكون لك اتجاه الجندي المحارب تسلح يا عزيزي تفهمون ما أتحدث عنه؟ أنا مستعد أن آتي بالمجد لملكي آمين؟ دعوني أقول هذا الأمر أريد أن أكرره مرة أخرى ستواجه ضيقات لكنك يجب أن لا تخسر حربا واحدة من جميعها ينجيك الرب الأمر الثاني الذي يجب أن تعرفه لتتسلح هو أنك لا تواجه شيئا جديدا اسمع ما يقوله الرب في كورينثوس الأولى عشرة لم تصفكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا تذكر أن الله لن يدعك تنهزم لن يدعك تجرب فوق ما تحتمل بل سيرفعك في وقت الضيق آمين ما تواجهه وجهه آخرون من قبلك وانتصروا لا يوجد شيء أكثر من إمكانياتنا هذان أهم شيئين في هذا الجزء واحد لن تواجه أمرا جديدا اتنين لن تواجه أكثر مما تحتمل ترجمة تي في تقول الله يحفظ وعوده ولن يسمح بأن تجرب أكثر من قدرتك مهما كان ما تمر به أعطاك الله القوة لتظل ثابتا إبليس لا يملك الحرية ليقترب منك أكرر ليست له الحرية للاقتراب منك هجماته التي يقررها يجب أن يكون مسموحا بها أولا من الله أبوك ليس هو مصدر أو مثير التجارب لكنه يسمح بها فقط لذلك تستطيع أن تغلب العدو وتمجد الله من خلال امتلاك أراضي في ملكوته هل أحتاج أن أكرر هذا؟ لن يكون الله هو الموجد أو المثير للتجارب لكنه يسمح بها فقط لذلك تستطيع أن تغلب العدو وتمجد الله وتمتلك أرضا في ملكوته كان هناك مؤرخ عظيم في أيام الكنيسة الأولى اسمه تورتليان عاش في شمال أفريقيا في الفترة من 160 إلى 230 ميلادية أريدكم أن تعرفوا ما كتب أصغو جيدا لأن هؤلاء الأشخاص كتبوا أمورا مختلفة عن ما كتبنا وقلنا لذلك أسغو عندما يسمح الله لشيطان أن ينفذ خططه فالله يستغل هذا الأمر ليظهر صلاحه لقد أجل الله تدمير العدو لنفس الغرض الذي لأجله أجل تعويض أو مكافأة الإنسان فهو يسمح بالصراع حيث يستطيع الإنسان أن يسحق عدوه بنفس الإرادة التي سبق وخضع بها للشيطان سيتمكن الإنسان من أن يسترد قوة خلاصه ويختبر الانتصار بهذه الطريقة سينال العدو هزيمة قاسية من نفس الشخص الذي سبق وتعرض لجرح من العدو من خلال هذه الأمور سنكتشف مدى صلاح الله يا له من أمر رائع أعطانا الله الامتياز أن نختار هزيمة العدو أو بمعنى آخر ننتقم منه يا له من إله عجيب أقول لكم الله عجيب العدو لن يسخر من الإنسان عمل يدي الله كما فعل بعد سقوط آدم لكن الرب أتى وسحقه وأعطانا امتياز أن نكمل سحق الشيطان قال الرسول بولوس الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكملون قائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة قد يعتقد البعض اعتقادا خاطئا أن آلام المسيح ليست كافية لفدائنا هذا تجديف لذلك يتجنب الكثيرون هذا الجزء الكتابي أعطانا الرب يسوع ذلك الامتياز بأن نتمم عمله في امتداد ملكوت الله إن هذا يشبه المثل الذي قلته لكم سابقا عن ذلك الملك العظيم الذي هزم العدو ثم أعطى خدامه المسئولية أن يذهب ويمتلك القصور والحصون وكل ما يمتلكه العدو ليؤكد الانتصار إنها حرب أعطانا الرب يسوع امتياز أن نكمل مهمته هناك مقاومة هذه المقاومة تسبب معاناة لكنها معاناة الانتصار تذكر أن الصعوبات التي تواجهها وجهها شخص من قبلك وتغلب عليها يقول بطرس فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم يا لها من قوة بطرس الأولى خمسة تسعة البهجة في وقت الألم تقودك في طريق النصرة هذا ما يخبر نبيه الرب البهجة في وقت الألم تقودك في طريق النصرة ليست كآبة الهزيمة كما يعظ البعض رقم ثلاثة تستطيع أن لا تخسر أبدا قال يسوع في عذاته في لقى عشر تسعة تاشر اسمعوا هناك علامة تعجب بعد أي أنه يقول أصغ لكلامي قال ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء هذه العبارة تحوي الكثير أولا أصغوا بعدها علامة تعجب ليس جزء من القوة بل كل القوة يعطينا كل السلطان على كل قوة العدو في ترجمة كين جيمز قد أعطيتكم قوة تفوق كل قوة العدو هذا يتفق مع صلاة بولوس في أفاسس واحد قال وقد أجلسه آي المسيح عن يمينه في الأماكن السماوية أرفع جدا من كل رياسة وسلطة وقوة وسيادة أرفع جدا ليس فقط أرفع لكن أرفع جدا هناك حقيقة أخرى مدهشة في يحن الأولى أربعة أربعة أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم أي الذين ضد المسيح لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم روح ضد المسيح هي مصدر كل محنة الشخص الذي غلبها هو نفسه الساكن فينا تذكر عندما يهاجمك العدو أظهر له المسيح ارجع للخلف وقل تفضل يا يسوع كيف أستطيع أن أفعل ذلك؟ لأنك جزء من جسد المسيح هذه اليد لا تختلف عن هذا الوجه نفس التركيب الجينية عندما أظهر يدي فأنا أظهر نفسي هل تفهمون أن قوتنا أننا جسد المسيح؟ هل تعرفون أين تكمن قوتي؟ أين تكمن قوتي الجسدية؟ ليست في رأسي لكن في جسدي عندما نتأمل هذه الحقيقة نكتشف الخطة العظيمة التي أعدها الله لنا ثم نضعها في قالب روحي ضيق إننا سنحصل على الحياة لأننا نعلم أن الاختطاف سيأتي يا له من أمر مضحك لسنا في وضع الحياة نحن في وضع الهجوم إذا كنت تريد أن تعرف الحقيقة إبليس في وضع الحياة لأنه متحكم في البوابات البوابات لا تتحرك نحن نتحرك هو يحاول أن يستمر في وضعه شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين كم مرة ننتصر؟ ننتصر دائما كل ابن من أولاد الله ينتصر على العالم وطرقه القوة المنتصرة التي تخدع العالم هي إيماننا لماذا؟ لأن الإيمان هو الطريق لنعمة الله والنعمة هي سلاح الله إنها سلاحه القوي آمين؟ رقم أربعة وهي تتفق جدا مع رقم ثلاثة النعمة كافية للنصرة في أي حرب نعمة الله كافية أن تجعلك تنتصر في كل حرب ستواجهها نعمة الله كافية أن تجعلك تنتصر في كل حرب ستواجهها واجه الرسول بولوس صراعا شخصيا يتحدث عنه في كورينتفو ستانية 12 قال بولوس ولألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع هناك جدل على هذا الجزء لكني بكل أمان لا أعرف لماذا هذا الجدل إذا ركز الناس في قراءة الكتاب المقدس لما حدث هذا الجدل لكن للأسف جعل منه الوعاظ مجال جدل أول نقطة خلاف من الذي أعطى بولوس شوكة في الجسد؟ أستطيع أن أقول بكل جسارة إنه ليس الله من أين أعرف هذا؟ لأن الرسول عقوب يقول لا تضل إذا كنت تريد أن تنخدع فلا تصدق هذا أنا أرى أن الخدع أمر مرعب هناك مشكلة واحدة مع الضلال أنه خادع الشخص المخدوع يؤمن بكل قلبه أنه على صواب في حين أنه مخطئ هذا أمر مرعب أليس كذلك؟ لذلك يقول يعقوب نحتاج أن نتخلص من الضلال لا تريد خداعا أصغي للآتي كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ننخدع إن كنا نظن أن هناك شيئا غير صالح يأتي من الله فالرسول الذي من إبليس بالتأكيد ليس صالحا قد يقول البعض لكن هذه الشوكة كانت جيدة لأنها حامت بولوس من الكبرياء أصغو ثانية لما قاله يعقوب مرة أخرى في يعقوب واحد تلتاشر قال لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا فهو ليس مصدر الشرور أنظر إلى العبارة الأخيرة الله لا يجرب أحدا احسم تلك الحقيقة داخلك أي شر تواجهه ليس من الله نقطة الجدل الثانية التي تأخذ مني وقتا أطول لمناقشتها ما هي الشوكة التي كان بولوس يعاني منها في جسده يقول بعض المفسرين إنه مرض مشاكل في عينيه أو علة في الجسد هم يستنتجون ذلك مما كتبه بولوس بعد ذلك وسأقرأ لكم ما كتبه في كورنثس الثانية من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل كلنا نقول معا ضعف فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي مرضي عجزي الكل يقول ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح ركزت على كلمة ضعف ومرض أريد أن أتأمل في الكلمتين وأرجع للغة اليونانية نتأمل الكلمة الثانية في النص ضعفات بمعنى مرض أو عجز ذكرت هذه الكلمة 12 مرة في العهد الجديد وتشير في الإنجيل إلى العجزي أو إلى المرض لكنها استخدمت في الرسائل لتشير إلى الضعف البشري بكلمات أخرى عدم قدرتنا على تتميم أمر ما في مقدورنا أن نفعله في هذه المواضع لم تشر للضعف الجسدي نقرأ في ربيع 28 ستة وعشرين سأقدم لكم إحدى هذه المرات التي ذكرت فيها الكلمة ذكرت إثنى عشر مرة في العهد الجديد هذه مرة منهم الروح أيضا يعين ضعفاتنا كلمة ضعفات التي استخدمها بولوس هي نفس الكلمة اليونانية التي تعني عجز الروح القدس يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينتق بها أعتقد أن جميعنا نتفق على أنه ليس كل المؤمنين يعانون من ضعف وأمراض لذلك عندما يقول بولوس الروح ألضا يعين ضعفاتنا فهو يتحدث عن ضعفنا البشري ما هو ضعفنا البشري؟ ألا نعرف أن نصلي كما ينبغي فمثلا والدتي في شاطفيرو فلوريدا الآن قد تتعرض لأزمة ربما لا أعرفها هذا هو عجزي البشري لأني لا أستطيع أن أعرف ما يجري لها لكن الروح القدس يعرف لذلك أستطيع أن يعين عجزي ويضع على قلبي أن أصلي من أجلها هذا هو ما يتحدث عنه فهو يتحدث عن عجزي الذي يكمله الروح القدس دعوني أقدم لكم شاهدا آخر عبرانين أربعة خمستاشر لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا هذه هي نفس الكلمة اليونانية التي ترجم في كورينثوس الثانية عجز لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا أي عجزنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية ضعفاتنا هنا تشير إلى العجز البشري بالمقارنة لقدرة الله وليس المرض تتفقون معي؟ لنعود لعبارة الرسول بولوس من جهة هذا تدرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف تكمل فيك لذلك قال بولوس فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي أي عجزي لكي تحل علي قوة المسيح ركست على كلمة عجز وكلمة ضعف لأنهما في اليونانية كلمة واحدة الضعف هي نفس كلمة العجز دعوني أثبت هذا لكم سأقرأها لكم من بعض الترجمات الأخرى لأخبركم كيف ترجمت هذه الكلمة تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف أو في ضعفك البشري تكمل لذلك يقول بولوس فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي أي في عجزي البشري لكي تحل علي قوة المسيح أليس هذا منطقيا أكثر؟ إذا قرأناها كما يقرأها أو يشرحها بعض الوعاض ستكون هكذا قوتي ستكون أقوى عندما تكون مريضا لذلك إذا المسيح سيمنحني قوته سأفتخر بمرضي هذا لا يبدو كلاما معقولا في سي إي في إن قوتي تكون الأقوى عندما تكون أنت ضعيفا إن كان الرب سيحل بقوته علي فسأفتخر بسرور بمدى ضعفي ما معنى الضعف هنا؟ هو يخبرنا عن ضعفه في الأسحاح السابق يقول من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة ثلاث مرات ضربت بالعصي مرر جمت ثلاث مرات انكسرت بالسفينة ليلا ونهارا قضيت في العمق بأسفار مرارا كثيرة بأخطار سيول بأخطار لصوص بأخطار من جنسي بأخطار من الأمم بأخطار في المدينة بأخطار في البرية بأخطار في البحر بأخطار من إخوة كذبة في تعب وكد في أسهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أسوام مرارا كثيرة في برد وعري إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي نفس الكلمة اليونانية إذن ما هي ضعفاته؟ عدم قدرته على مواجهة كل هذه الأمور هل ترى هذا؟ إنه لا يتحدث عن مشاكل في عينيه أو في جسده حسناً كان مستحيلاً على بولوس أن يمنع هذه الصعوبات بإمكانياته الشخصية لهذا السبب يكتب إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي تعالوا بنا نأخذ جولة في الكتاب لنرى استخدام كلمة شوكة في الجسد ذكرت الكلمة ثلاث مرات في أصفار موسى وهي الخمسة أصفار الأولى في العهد القديم مثلاً في سفر العدد 33-55 وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبخون منهم أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض هذا الجزء لا يتحدث عن المرض بل عن سكان كنعان الذين سيسمحون لهم بالبقاء بولوس كان دارساً للكتاب لذلك لا يستخدم هذا التعبير بطريقة مختلفة عن التي استخدمها موسى هل ترون مقدار عدم منطقية هذا الأمر؟ ما كان يجب أن يحدث جدل فيه هو جزء مما أحب تغيير النمط الفكري لبولوس قلوا تغيير النمط الفكري كان بولوس يطلب طلبة خطأ وبعد تكرار الطلبة ثلاث مرات قال الرب أخيراً يجب أن أنير ذهنه هذا ما قاله الرب لبولوس وسأصيغه بلغتي هل لم تفهمني يا بولوس حتى الآن؟ لقد أعطيتك نعمة تمكنك على قوى العدو فنعمتي أي قوتي هي كل ما تحتاج إليه قوة هذه النعمة تظهر في أي شيء لا تستطيع أن تتغلب عليه بقدراتك المحدودة كلما ازدادت المقاومة ازدادت عظمت نعمتي أي قوتي في حياتك إذا آمنت عندما اتضح الأمر لبولوس حدث تغيير في نمط تفكيره ما معنى تغيير النمط الفكري؟ تغيير جذري في طريقة التفكير ويتضح هذا من الآيات الآتية فلم يعد يتوسل لترفع عنه الشوكة لكنه يكتب بحماس أصغوا معي لذلك أسر فلنتأمل هذه الكلمات لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح يعني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي بكلمات أخرى في عجل البشري تأتي النعمة وتنقلني لما هو فوق محدودية البشرية تتفقون معي؟ في ترجمة أخرى يقول أبتهج وأفرح في ترجمة سيفي يقول أنا مسرور جدا بولوس لم يفقد عقله لكنه يرى تلك الحقيقة بوضوح أنه كلما ازدادت الحرب ضراوة كلما ازدادت قوة النعمة وكلما زادت النصرة للمالك والملكوت هل تفهمون هذا؟ يا للروعة إن المقاومة العظيمة تحتاج إلى قوة عظيمة الأمر الذي يؤدي إلى انتصار عظيم يفقد معظم المؤمنين سعادتهم عندما يواجهون الصعوبات فالحق الذي اكتشفه الرسول بولوس لم يتأصل في قلوبهم لا يدركون أن هذه الصعوبة تعتبر فرصة لأمرين أولا قوة أكبر تظهر فيهم ثانيا نمو لمستوى أكبر من النج والملك في المسيح هذه الكلمات التي قالها الرب غيرت تفكير بولوس كتب رسالة كورينثوس الثانية سنة 56 ميلادية بعد عدة سنوات قليلة كتب رسالة روميا لحظ اتجاهه المختلف تماما في رسالة روميا فمن سأفصلنا عن محبة المسيح لنا؟ هل الشدة أم الضيق أم الاضطهاد؟ أم خطر؟ أم نكبات؟ أم جوع؟ أم عري؟ أم خطر؟ أم سيف؟ لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا حدث له تغيير في نمط تفكيره ظهر في كتابته لرسالة كورينثوس الثانية اتجاه بولوس الآن مرحبا بالضيقات لأختبر نصرة أعظم في المسيح هنا أريد أن أختم هذه الجلسة بهذه الكلمات لا تنظر للتجارب كمعوقات بل كفرص نستطيع أن نكون مسلحين عندما تكون لنا نظرة إيجابية تجاه الصعوبات قبل وأثناء وبعد الحروب نستطيع أن نتبنى تجاه إيجابيا لأننا لا نرى التجارب والامتحانات كمعوقات لكنها فرص دعوني أختم بهذه الكلمات إن كان الله معنا فمن علينا أراكم في الجلسة القادمة الجلسة السابعة أسلحة النعمة التواضع يسمح لعمل قوة الله الكبرياء يعرضنا لهجوم علوم ترجمة نانسي قنقر